سأبدأ معاك بالوطوري وإحنا داخلين وطورينا معايا حاجة الأول مرة هؤلاء عن أحمد الكندوسي وعلاقته مع النادي يا لهدي أحمد الكندوسي يا كريم يعني ده ده مش سر على حد في بداية الكلام مش رأيه المرة؟ لا لسه الباقي إنه إنه الراجل خلاص الأهل بيفضي مكان للمهاجم وإنه ما عندوش حد ممكن أنه هو يستغنى عنه أو أنه هو يطلعه عارة غير أحمد الكندوسي من الأجانب؟ من الأجانب طبعا عشان يفضي مكان الأجانب مش هتعاخد مع مهاجم أجنبي تمام تمام أحمد الكندوسي كان رافض تماما لفكرة الخروج أحمد عنده مشكلتين المشكلة الأولانية هو مش حابب يطلع في الدور المصري حتى اللحظة اللي بكلمك فيها المشكلة التانية إنه أحمد الكندوسي بياخد 450 ألف دولار في النادي فال450 ألف دولار ما يعادل يعني بالمصري حوالي 15 مليون جنيه تقريبا فال15 مليون جنيه دول ما فيش نادي في مصر ولا حتى في الجزائر هيديله الـ 15 مليون جنيه طيب إيه بقى الجديد النادي الأهلي وأحمد الكندوسي وصل لهم عرض رسمي وده اللي احنا بنقوله الأول مرة من فريق شباب بلوزداد عرضين على أحمد الكندوسي إنه يكون أغلى لاعب في الدور الجزائري كراتب عاديين ياخدوه إعارة لمدة موسم ومش عارفوا اشتروا من النادي الأهلي فياخدوه إعارة لمدة موسم إنه يكون أغلى لاعب في الدور الجزائري وياخد 320 ألف دولار حلو ده أعلى رقم خاصة إن القندوسي يفضل إنه لو يطلع إعارة يرجع الجزائر حلو خاصة إن شباب بلوزداد بيشارك بدوري أبطال أفريقيا لموسم الحال حلو كليوباترا عايز يستعير أحمد الكندوسي استعارة مجانية مقابل إنه هو هيدفع للكندوسي 8 مليون جنيه آه يمشي يدي الأهلي حاجة وهيدي الأحمد الكندوسي وده نفس الأمر بالنسبة لبلوزداد تقريبا نص الرتم بتاعه تقريبا نص صح فالرقم ده حتى اللحظة عشان ناس كتير كتير كتين بتتكلم منه قريب من سراميكا اللعب رافض تماما للعرض المالي بتاع سراميكا كليوباترا يفضل الانتقال لشباب بلوزداد الأقرب حتى هذه اللحظة الأهلي كل القصة إن الأهلي عايز مقابل أو عالأقل يدو للعيب لأنه علعيب عايز رتب بتاعه كامل تماما أو عالأقل اللعيب ياخد رتب بتاعه كامل هل أنت قولت شباب بلوزداد سيراميكا كيلو باتر دور العرضين اللي موجودين رسمي اه بس اضيف لك واحد كمان ممكن يبقاش رسمي مجالات الحديثة ونادي زيد يعني زيد برضو تكلم على حماركم نادي زيد تكلموا ومشكلتهم نفس المشكلة تكلموا قبل سيراميكا وقبل شباب بلوزداد شباب بلوزدد تكلمهم فترة واختفوا وراجعوا تاني لكن عندهم مشكلة ان هما كانوا بيحاولوا يجددوا لعيب الوسط الملعب بتاعهم وراح نادي الوداد صفقة انتقال حر ما عارفوش يجددوله فعندهم قزمة كبيرة ان هما زكريال الدراوي زكريال الدراوي واحد من نجوم الدور الجزائري وانتقل لنادي الوداد فما عارفوش يجددوله وانتقل من حوالي عشر ايام لنادي الوداد المغربي فبالتالي وسط ملعبهم في مشكلة فعشان كده بيقدموا الراتب ده بالمناسبة اللي هو اقل من راتب القندوسي مع نادي الاهلي ده هيكون اغلى راتب للاعب في الدور الجزائري